السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ازاي حضراتكم عاملين ايه وحلقتنا النهاردة بتتكلم عن السوبرستار راغب عليمة بس قبل ما نسمع اخبارنا ياريت ما ننساش نعمل لايك وكمان نشترك في القناة راغب عليمة طبعا هو سوبرستار اتلقب باللقب ده والناس بتحبه جدا 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 وهو طبعا احيى حفلة حفلة زفاف من قريبه هو بيغني النور قطع والناس ما سكتتش بصراحة او فضلت تغني معاه لانهم بيحبوه جدا وهو ده شعب اللبنان دايما اللي مصر على النجاح ومصر على الحياة ومتفائل دايما وكان فرحان جدا جدا وطبعا الناس بقى دخلت وقعدت تعمل كومنتات طب انتو قطع عندكم بس شوية احنا بيقطع عندنا طول الوقت مش عارفة في بلدنا ايه دايما النور بيقطع انتو بتحسوش بالغلابة وكلام وتعليقات كتيرة وطبعا برضو راغب عليمة في اسطنبول عمل فرح حايل والناس استقبلته استقبال حافل جدا زي ما حضراتكم شايفين كده طبعا راغب عليمة هو عن 59 سنة متجوز جهان طبعا اللي كل بقى بيحلف بجمالها وان هي صغيرة في السن يعني كانها ايه قد ولاده لما تصور ابنه معيها قاله هو يا دي معقولة ممتك دا احنا بنحسابها ايه خطبتك هو متجوزها طبعا من 1996 وهو عنده ولدين عنده خالد وعنده لقايه هما دول الاولاد راغب عليمة وطبعا راغب عليمة بيبتدي مشواره الفني من بدر جدا من سنة 82 وهو في مجال الغنى والناس جدا بتحبه وهو ترشح من لجنة ان هو يكون فايز هو يعني طلع عن طريق برنامج فطبعا هو فايز بالقاب كتيرة وحب الناس هو الناس بتحبه جدا 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 وما زال انه هو ثابت نفسه وشعب لبنان والشعب المصر كل الناس بتحب راغب عليمة اللقبة بالسوبر راغب عليمة هو لبناني لكن بيحمل الجنسية الكندية وبكده يكون خبرنا خلص النهاردة وانشوفكم فيديو جديد وخبر جديد ان شاء الله والسلام عليكم ورحمة الله